موسيقى موسيقى اختتمت فعليات التدريب البحري المشترك الموج الاحمر خمسة بمشاركة كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية والجيبوت والسودان واليمن والذي استمر لعدة ايام بالمياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية اجتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيان عملي على اقتحام احدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية موسيقى موسيقى فضلا عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه تمهيدا لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح موسيقى كما نفذت القطع البحرية المشاركة بالتدريب الرماية بالذخيرة الحية تصدي وتدمير الاهداف السطحية والجوية المعادية كذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة وحماية سفينة ذات شحنة همة هذا بالاضافة الى تنفيذ تشكيلات ابحار مختلفة اظهرت التجانس الكبير بين الوحدات المشتركة في التدريب يأتي التدريب الموج الاحمر خمسة استمرارا للتنسيق العسكري الدائم والمستمر بين الدول المطلة على البحر الاحمر وتأكيدا على مدى ما وصلت اليه القوات المسلحة للدول المشاركة من تنسيق وتوافق اظهر مدى تفوقها في قدراتها العسكرية خاصة في مجال الامن البحري حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية واللواء بحري اركان حرب اشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية وعدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة في التدريب اشتركوا في القناة